عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة مقترحات تطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية خلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن الهدف من الاجتماعات المتعددة حول موضوع تطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية هو إجراء أكبر قدر من المناقشات العميقة من أجل توصل لأفضل الحلول المبتكرة التي تحقق الهدف المحوري المتعلق بالحفاظ على التراث والنسيج المميز للمنطقة وفي نفس الوقت تسهيل الحركة المرورية كما تم استعرض تفاصيل المقترحات التي تحقق أغراض التطوير المشار إليه حيث وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع آخر بين الفنيين والمختصين للاستقرار على المخطط النهائية الذي يفي بأغراض الحفاظ على الأماكن الأثرية والتراثية